اشتركوا في القناة في كربنا في مثل هذا اليوم عام 61 هجري قتل شرار الخلق ابن بنت رسول الله وريحانته في الدنيا وسيد شباب أهل الجنة قتلواه ولم يحفظوا وصية جده رسول الله أذكركم الله في أهل بيتي لله النبي بكسا وأخاه الحسن وأمه فاطمة وأباه علي وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا حسين بن علي أحق ببيث الفرزق من ابنه علي إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم حسين من معشر حبهم دين وبغضهم وكفر وقربهم ومنجن ومعتصم ومقدم بعد ذكر الله ذكرهم وفي كل بدء ومختوم به الكلمة عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم لا يستطيع جواد بعد جودهم ولا يدانيهم قوم وإنكرموا طيوت وإذا ما أزمة أزمت والأسد أسد الشرى والبأس محتدم لا ينقص العسر بسطا من أكفهم وسيان ذلك إن أثروا وإن عدموا هذه أبيات من قصيدة طويلة قالها الفرزق في مدح زين العابدين علي بن الحسين بعدين إن شاء الله رح أقول لكم قصتها الحين نرجع لموضوعنا من قتل الحسين هتكلم عن خمسة أهم المسؤولين عن دم الحسين أهل الكوفة واللي باشر وقتله وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد من أبي وقاص ويزيد بن معاوية دم الحسين في رقبة أهل الكوفة لما نعي الحسين لأم سلمة لعنتهم وقالت قتلوه قتلهم الله قروه وذلوه لعنهم الله جاء وفد من العراق إلى بن عمر فسألوه عن دم البعوث في الإحرام فقال عجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوث ممكن بعضكم يقول ليش تحمل أهل العراق المسؤولية عن دم الحسين وما كانوا أهم أصحاب القرار رح أقول لكم وبالأدلة ليش حملتهم المسؤولية أهل العراق لهم سوابق موزينة مع أبوه علي وأخوه الحسن اسمعش قال أبو سعيد الخضري لما نصح الحسين بعدم الخروج إليهم أبو سعيد يا أبا عبد الله لا تذهب إليهم فأني سمعت أباك يقول بالكوفة والله لقد مللتهم وأبقطهم وملوني وأبقضوني وما بلوت منهم وفأنقط ومن فاز منهم فاز بالسهم الأخيب والله ما لهم ثبات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف وقال لهم علي يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ذوات الحجال لو ددت أني لم أركم ولم أعرفكم أهل الكوفة منيت بكم بثلاثون أثنتين صم دو أسماع وبكم دو كلام وعمي دو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحت أخاف ظلم رعيتي وددت أن معاوية صرفني بكم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلا منهم كلام علي عنهم كثير جدا قلت لكم بعضا لأنه مكث عندهم سنوات طويلة من المعاناة والغدر والخيانة اسمعوا بعد كلام ابن الحسن بن علي أهل الكوفة ذهلت نفسي عنكم لثلاث مقتلكم ليابي وسلبكم ثقلي وطعنكم في بطني فقام رجل فطعنه في فخده فشقه حتى بلق العظم كلام كثير للحسن والأبو علي عن أهل العراق وأنهم أهل غدر وخيانة وهذا بالطبط اللي كان يقول الصحابة للحسين لما انصحوه بعدم الذهاب إليهم ليش نحمل أهل العراق المسؤولية عن دم الحسين لأنهم أهم اللي تسببوا في مقتله لما دعوه وقالوا لتعال إلى العراق حتى نباهيك قال ابن عباس على الحسين وقال إني أتصبر فلا أصبر وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك وإن أهل العراق قوم غدر فلا تقتر بهم قال زين العابدين أيها الناس انشدتكم بالله هل كتبتم إلى أبي وخدعتموه وعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه بل لما قدمت لكم أنفسكم مسوأة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقولوا لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي تدرون أن الجيش اللي قاتل الحسين كل أفراد من أهل الكوفة ما فيهم ولا واحد من الشام ولا من الحجاز ولا من مصر وين الثمنتعش ألف اللي بايعوه ولا واحد من الثمنتعش ألف اللي بايعوه الحسين من أهل الكوفة جاءوا وقف معاه وقاتل دونه ولا واحد فيه قدر أعظم من هذا القدر المصيبة مو أنهم تخلوا عنه واخذلوا وما قاتلوا معاه المصيبة أنه يشوفهم قدامه وفي الصفوف الأولى يقاتلونه ما شافهم قدامه متجهزين لقتاله ناداهم بأسماءهم يا شبث بن ربعي يا حجار بن أبجر يا قيس بن الأشعة يا يزيد بن الحارث ناداهم ثم قال لهم ألم تكتبوا إلي أنها قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدموا على جند لك مجندة فأقبل طلع لهم كتبهم اللي دزوها له أوه في مكة فاجحدوه قالوا لم نفعل فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم تعا عليهم اللهم أن متعتهم سنين ففرقهم فرقا واجعاهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرون ثم عدوا علينا فقتلونا ثم من اللي منع عنها الماء لما أتعبها العطش اللي منع عنها الماء عمر بن الحجاج هذا واحد من اللي اكتبوه له وطلبوا منه أن يجي للمبايع حين بعد اللي سمعتوه هل معانا حق إذا قلنا أن أهل العراق يتحملوا المسؤولية دم الحسين اللي قلته مو كل شيء في شيء باقي اسمعوه أهم الحر بن يزيدة دعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصارك الأسير في أيديكم لا سقاكم الله يوم الضمر اسمعوا شهادة آل البيت رأى زين العابدين علي بن الحسين أهل الكوفة يا نوحون فقال تنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا اسمعتهم زينب أخت الحسين قالت صه يا أهل الكوفة يقتلونا رجالكم وتبكينا نساؤكم فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء شواهد والأدلة والبراهين اللي الدين أهل الكوفة وتحملهم مسؤولية دم الحسين كثيرة جدا نكتفي باللي قلناه وننتقل للمسؤول الثاني عن دمه المسؤول الثاني عن دم الحسين هم شرار الخلق وأشقى الناس اللي باشروا قتله رضي الله عنه ضربا وطعنا وقطعا لرأسه أولهم وأشرهم شمر بن ذي الجوشن هذا كان يقاتل مع علي في صفين ومن اللي دزوله كتب تعال للعراق مبايعك والنتيجة قطع رأس الحسين هذا كان أكثر واحد يحرض الناس على قتل الحسين لما شافهم حاوطين أولا واحد منهم اقتله صاح فيهم وقال اقتلوه وقتلكم الله رب العالمين انتقم للحسين من شمر صلط عليه المختار بن أبي عبيد الثقفي المختار هذا دزل رجال فأدركوه فقتلوه اللي باشروا قتل الحسين سنان بن أنس النقعي هذا اللي طعن الحسين حتى وقع أيام المختار هرب من الكوفة إلى الجزيرة وهدم المختار داره كرون خولي بن يزيد الأصبحي اللي أخذ راس الحسين ووداهي لبن زياد في الكوفة مسكه المختار فقتله أمام داره وأمر بحرقه بعد ذلك اللي باشروا قتله شفث بن ربعي وبكار بن أبجر وقيس بن الأشعة ويزيد بن الحارث وعمر بن الحجاج وهذلك كلهم كانوا أصحاب أبوه علي ومن اللي كاتبوه شكنا اللي ذكرتهم اللي باشروا قتل الحسين مسؤولين عن دمه وقد باؤوا بإثمه لكن خلنا نشوف مع بعض من المسؤول الثالث عن دمه مسؤول الثالث عن مقتل الحسين هو عبيد الله بن زياد أمير العراق هذا جرثومة الشر حق أني أخلين مسؤول رقم واحد مو الثالث سياد وهو اللي أمر بقتل الحسين دز إلى قائد الجيش أن يطلب من الحسين يختار واحد من أثنين إما أن يستسلم أو يقاتل جابوا لرأس الحسين وحطوا بين يديه أخذ هذا اللئيم عصى وحطها في فم الحسين وأخذ يحركها ويقول والله إنه لكان جميل الثقر كان سيء السيرة قبيح السريرة وما كان مؤدب مع الصحابة وهو اللي قال العبدالله بن مقفل لما دخل عليه إنك من نخالة أصحابي محمد الناس في وقتك رهوه وش مأزوا منه لأنها الآمر بقتل الحسين حتى أمه قالت قتلت ابن بنت رسول الله لا ترى الجنة بعد ست سنوات في يوم عاش وراء قتل إبراهيم بن الأشتر ودز راسل المختار والمختار دزة لابن الزبير وابن الزبير دزة لعلي بن الحسين وهو المسؤول الثالث عنده من الحسين أما المسؤول الرابع عندما فهو قائد الجيش عمر بن سعد بن أبي وقاص بئس الإبن لأبيه عمر كان في البداية رافض مواجهة الحسين بعدين ابن زياد هدده ورقبه هدده بقتله وهدم داره إذا ممتثل ورقب أن يعطيه إمارة الري ناس انصحوا بعدم الخروج للحسين وقال لولد اخته حمز بن المقيرة يا خال نشتك الله أن تسير للحسين فتأثم بربك وتقطع رحمك يا خال لأن تخرج من الدنيا ومالك وسلطان الأرض خير لك من أن تلقى الله بدم الحسين لكن نفسه كانت متعلقة بالدنيا وحب الإمارة قاد حب الدنيا وطلب الإمارة أن يقود الجيش اللي قتل ابن بنت رسول الله رجع بالخزي والعار وشوفوا كيف كانت نهايته قتل هالمختار وقتل ولده معاه وقطع روسهم أثنينهم وقال هذا عن الحسين وهذا عن علي بن الحسين ودز روسهم لمحمد بن الحنفية باقي إننا نتكلم عن الشخص الخامس المسؤول عن قتل الحسين وهو يزيد بن معاوية ضاق علينا الوقت باشر نتكلم عنه في أمان الله أرجو منكم السموحة طولت عليكم وأسرفت اليوم في الكلام لكن الموضوع مثل ما تشوفون يستحق أكثر من اللي قلنا أزاكم الله خير على المتابعة ترجمة نانسي قنقر